هنستمر مع كرة السلة وكابتن سيد صابر والاستراتيجية في المرحلة المقبلة لسيدات أو ناشئات كرة السلة كابتن سيد صابر هو مدير قطاع ناشئات كرة السلة في النادي الأهلي وأكيد عنده حاجات كتيرة في المرحلة دي بيطورها عشان نقدر نفرز لعبات كبار جدا يوصلوا إلى الدرجة الأولى وهو ده الأهم بالنسبة لنا من قطاع الناشئات أو قطاع الشبات أكيد القطاع بيشهد جانا الألفي وآية الفئي اللي راحوا لجونيور M.B.A ووصلوا هناك وأكيد حاجة كويسة جدا يكون عندنا لعبات بهذا القدر وهم صغيرين يطلعوا ولعبوا في حاجة تابعة M.B.A أو المعسكرات تابعة M.B.A فأكيد دي حاجة تبشر عندنا بكل خير هل يروح لكابتن سيد صابر وتقرير عن قطاع الناشئات في أعداد الأهلي وترجعون لنا مرة تانية الحمد لله يعني إحنا دلوقتي في نص الموسم بدأنا الموسم حوالي شهر ونص كده هوت وكل فرق مشاركة في الأدوار التمليدية ومصدرة كل الفرق لعبت حوالي من 8 لتسعة مرشات غادة دلوقتي كذبنينها كلها ومنتوقعين إنه إن شاء الله نلعب نهايات البطولة القاهرة على نهاية الشهر دسمبر وبعد كده بنستعد عشان نلعب نهايات البطولة الجمهورية خلال الفترة من فبراير ومارس إن شاء الله وفي نفس الوقت فرق المرتبط ماشي بصورة جيدة جدا جدا وعندنا مبراه يوم الخميس الجاي مع سبورتينج إن شاء الله نتغلب عليهم ونكمل الغاطة ما نحصل على البطولة إن شاء الله بنكمل شغل بعدينا كابت نبيل بخير كان موجود السنة الفاتت يعمل شغل كواسي نحن نكمل الشغل بتاعه ونكمل عليه ويبقى كل واحد ليه فلسفته في العمل في التوجيه المدربين وضع البرامج على شأن الفرق تبقى لها استراتيجية كده على مدة سنتين ثلاثة أو أربعة يبقى يطلع لنا كاملة عيبة في الدرجة الأولى يعني إحنا فيه في القاعدة عندنا لس كتير كويسة جدا منهم اتنين دلوقتي داخلين في معسكر طبع الـ MBA آفريكا في السنغال لعبتنا آية الفئي لعبت 18 سنة وجانا الألفي لعبت 16 سنة وهم دلوقتي في معسكر في السنغال كعنصرين مهمين جدا جدا من عناصر اللعبة ومستقبل اللعبة في مصر والنادي الآية حليلا إن شاء الله طبع الميزة عندنا في النادي يعني الحب واترابط جامد جدا مع الولاد والولاد فرحانين جدا للبنات اللي راحوا اللي هنده شفتهم هم بيودعوهم آخر تمرين قبل ما يسافروا كان حاجة تفرح جدا جدا وهم إن شاء الله راجعين بكرة اللي بعد وبرضا بيستقبلوا كهيس جدا سألسا ما دخلناش في المرحلة المرحلة الحسيمة لكن تحدياتنا إن إحنا بنحاول نستكمل العناصر اللي مش موجودة ونصد النقص الموجودة عندنا وده سعيدنا فيه كتير أول كابت روف عبد القادر وإنه هو أي لعبة كنا محتاجينها كان قادر إنه أخذ مفقا من مجلس الإدارة وإن شاء الله تبقى نتاج لزيء كويس طبعا يعني إحنا كلنا نشتغل في منظومة واحدة في خدمة الدرجة الأولى وبيبقى زي ما قلتلك بنحط استراتيجياتنا علشان السنة اللي جاي مثلا مرتبط بـ 16 سنة فإحنا بنبني فرق بعد 16 سنة من دلوقتي علشان نجهزه علشان مرتبط السنة الجاية وفي نفس الوقت بنبني نتكلمين مع بعضين العناصر المعصر عندنا ممكن نجيبها من برأة ونكملها من هنا ومين اللي ممكن عليه سبوت من دلوقتي إنه نركز عليه علشان يبقى في الدرجة الأولى بعد السنة أو اثنين أو ثلاثة فيه كان عندنا نعصف فرق في موضوع الأطوال وقتهوض أي حد يحتاجناه وطلبنا إنه ييجي ما تأخروش الناس كلهم وجبناه يعني بيدعمونا بطريقة كبيرة جدا في الناشئات طبعاً ده رجلوات دعم فيها أكبر بكتير طبعاً أي حاجة محتاجينها مجلس الإجارة وكثرة أقوف بيخلصها لهم على طوال والله اللاعبات احنا دايماً بنقول لهم أنتوا بتلعبوا في النادي الأهلي والنادي الأهلي عندنا مركز التاني ده كنا جبت المركز الأخير فده اللي تروح اللي بنحطها لهم أولياء الأمور بنقول لهم يعني تكتفوا مع فرقكم وكل واحدة ترسل فرقتها مش لبنتها علشان النجاح بتاع الفرقة ونجاح للبنت